بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بالرائعين والرائعات من أبناء وبنات الصف الثالث الابتدائي أسعد برقياكم وأستمتع كثيرا بهذه الدقاق التي أقضيها معكم وأعود وأنا في شوق كبير إليكم في درس جديد من دروس مادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية للصف الثالث الابتدائي وأرحب بكم في مطلع هذا الدرس أجمل ترحيب وإلى بطاقة درسنا لهذا اليوم أولا الصف أو المرحلة الثالث الابتدائي الفصل الدراسي الثاني المادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية موضوع الدرس سورة الإنسان من الآية الثالثة إلى الآية الخامسة نريد أن نترو هذه الآيات استعدادا لحفظها وإلى أهدافنا التي نسأل لتحقيقها أولا أن يترو الطالب أو الطالب الآيات من الآية الثالثة حتى الآية الخامسة من سورة الإنسان تلاوة صحيحة ثانيا أن يقرأ الطالب الكلمات التالية شاكرا أعتدنا سلاسل وأغلالا قراءة صحيحة أيضا أن يعطي الطالب الغنة حقها في مثل إما إنا أيضا أن يفرق الطالب بين كفورة وكافورة هذه بعض أهدافنا التي نسعى إلى الوصول إليها وإلى تحقيقها وهناك تنبيهات مهمة أول هذه التنبيهات المتابعة في المصحف لا بد أن تكون المصاحف بين أيدينا أيضا الاستماع الجيد للتلاوة ومحاولة النطق الصحيح أيضا لا بد من الصبر وعدم الاستعجال أيضا من الأمور المهمة أننا ندقق النظر في الكلمة والحرف والحركة التي على الحرف البداية كعدتنا دائما مع مراجعة المقطع السابق فهل حفظتموه؟ حسنتم بارك الله فيكم إذن نستمع لهذه الآيات ونتأكد من ضبطنا لحفظها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا بسم الله الرحيم أحسنتم أحسنتم بارك الله فيكم وفقكم الله وأسعدكم على هذا الحرص والاحتمام بكتاب الله جل وعلا بعد أن راجعنا حفظ المقطع السابق دعونا الآن ندقيق النظر في بعض كلمات مقطع اليوم فلنتم مستعدون انظروا هنا نريد أن ننظر لبعض الكلمات من مقطع اليوم ونحاول قراءتها أول هذه الكلمات أو ما هو سنقرأ ما هو محاط بهذه الدائرة حاولوا أن تقرأوا وتنتبهوا للهمزة لا بد أن ننطقها لا بد أن ننطقها هذه تسمى في اللغة همزة قطع لا بد أن تكون ظاهرة وواضحة في كلمة أعتدنا الهمزة في أعتدنا لا بد أن تكون ظاهرة وواضحة حاولوا أن تقرأوها أحسنتم مع الانتباه للمد أيضاً نقول إن أعتدنا رددوا معي وانظروا لحركة يدي الآن انظروا لحركة يدي إِنَّا أَعْتَدْنَا أُعِيد أُعِيد إِنَّا أَعْتَدْنَا أحسنتم أحسنتم بارك الله فيكم انظروا هنا حاولوا أن تقرأوها وَأَغْلَالَ هذا يسمى كما تعلمون ماذا؟ هذا ماذا يسمى؟ أحسنتم إنه التنوين هل التنوين يثبت في الواصل أم في الوقف؟ هل ننطق التنوين إذا وصلنا؟ أم ننطق التنوين إذا توقفنا؟ أحسنتم إذا وصلنا ننطق التنوين إذا وقفنا نقول وَأَغْلَالًا إذا وصلنا نقول وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا أيضا هنا لاحظوا هنا شيء مهم لاحظوا هذه الكلمة وهذه الكريمة الأحرف تقريبا بها تشابه كبير جدا ولكن هذه تختلف في النطق عن هذه فمن يعرف الفرق بينهما؟ حاولوا أن تقرؤوها الآن حاولوا أن تقرؤوا الكلمة الأولى الكلمة الأولى ماذا؟ كيف ننطقها؟ أحسنتم الكا تريها الكا المفتوحة تريها الفا المضمومة كا فو كا فو أما هنا الكا المفتوحة تريها الألف الألف المدية كا وهناك كا فو را هنا كا فو را كا فو را هنا كا فو را لاحظتم الفرق؟ الأولى كا فو را والثانية كا فو را إذن ننتبه عند النطق ولا نخلط بينهما أما الآن فسنوصت لتلاوة الآيات طلبا لنزول الرحمات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا أشكركم أشكركم على هذا الاهتمام وعلى هذا التركيز وعلى هذه المتابعة وفقكم الله وأسعدكم أيها المتعلقون والمتعلقات الآن جاء دور القراءة الفردية ثم الترديدية رددوا معي الآن سأقرأ القراءة الفردية ثم بعد ذلك ترددون معي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا هديناه السبيل إما شاكرا إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس من كأس كان مزاجها كافورا الآن رددوا معي الآن نقرأ القراءة الترديدية رددوا معي الآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا هديناه السبيل إما شاكرا إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إنا الأبرار يشربون من كأس من كأس كان مزاجها كافورا أعيد إنا هديناه السبيل إما شاكرا إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وأغلالا وسعيرا إنا الأبرار يشربون من كأس من كأس كان مزاجها كافورا أعيد إنا هديناه السبيل إما شاكرا إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وأغلالا وسعيرا إنا الأبرار يشربون من كأس من كأس كان مزاجها كافورا أحسنتم مبارك الله فيكم أما الآن فدعونا ندقق النظر في الآيات لننظر ما فيها من مهارات فهل أنتم مستعدون بارك الله فيكم إذن ننتقل الآن إلى هنا انظروا تجديد النون والميم المشددتين ننظر هنا نقول إِنَّا إِنَّا هذه أنتم اقرأوها ماذا نقول أَحْسَنْتُمْ وَإِنَّا هذه اقرأوها أنتم إِنَّا أَحْسَنْتُمْ هذه إِنَّا أَحْسَنْتُمْ إِذَا هَذِهِ إِنَّا إِذَا هَذِهِ التشديدات لابد أن نعتني بها حتى تكون قراءتنا متقنة ما الآن فسننصت لتلاوات الآيات طلبا لنزول الرحمات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إِنَّا هَذَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا إِنَّا أَعْتَدَنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا إِنَّ الأَبَرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كان مزاجها كَافُورًا إِنَّا هَذَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا إِنَّا أَعْتَدَنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا إِنَّ الأَبَرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كان مِزَاجُهَا كَافُورًا إِنَّا هَذَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا إِنَّا أَعْتَدَنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا إِنَّ أَبَرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَامَ مِزَاجُهَا كَافُورًا أشكركم 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 على هذا التركيز وعلى هذه المتابعة أيها المتعلقون والمتعلقات الآن سنختم بقراءة هذه الآيات قراءة ترديدية فألأنتم مستعدون تابعوا معي الآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَغْلَالًا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا إِنَّا الْأَبَرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسِ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا أعيدها للمرة الأخيرة إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا إِنَّا الْأَبَرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسِ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا أحسنتم مبارك الله فيكم إلى هنا أكون قد وصلت معكم إلى ختام هذا الدرس نتذكر دائما أننا حينما ننتهي من قراءة القرآن فإننا ماذا نفعل أحسنتم نغلق المصحف ونعيده إلى المكان المناسب واللائق به تعظيما لكلام الله وبعد أن قضيت معكم هذا الوقت الجميل وتدرسنا كتاب الله العظيم لا يسأني إلا نشكركم بعد شكر الله عز وجل أيها الرائعون والرائعات والمبدعون والمبدعات ولدرس جديد ورقاين آخر وأنتم ونحن في خير وعلى خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته